السلام عليكم حلقة اليوم من توب 10 نتكلم فيها عن أفضل ألعاب الأكشن والمغامرة الألعاب هذه تم ترتيبها على حسب رأي أعضاء فريق ترو جيمي في مركز العاشر ميرونز إج لعبة المغامرات والأكشن بالمنظور الأول تلعب فيها بالشخصية فيث اللعبة مع أنها بالمنظور الأول إلا أن تركيزها الأساسي مبفل القتال والتركيز هو على التنقل والقفز من المبنى إلى ثاني وتتخلص من الأعداء عن طريق ضربهم بشكل سريع أو تتجنبهم تماما وخلت إحساس التنقل في علامها الكبير ممتع وميزة أنها توضح لك الطرق لتقدر تسلقها عن طريق تضليل هذا الطرق باللود الأحمر في المركز التاسع بايوشوك سلسرة بايوشوك مرت في مراحل مختلفة لكن الجزء الأول من النعبة حتى الآن هو الأفضل بعد حادث طيران شخصيتي تحصل نفسها في مدينة تحت البحر اسمها رابتشر المدينة هذه مليونة أسرار وأشياء عجيبة تتخليك تتعمق أكثر وأكثر فيها حتى تتعرف على الشخص اللي بناها ودوافعه وهو وضع المخلوقات الغريبة فيها اللعبة بالمنظور الأول وعندك قدرات مختلفة تقدر تطورها تتحصل الغاز ممتعة ومواجهات تدام زعماء حماسية إذا فاتتك فهي واحدة من أكثر العاب الأكشن غموف في مركز الثامن فارك رايي ثري هذا السلسل العريقة داعي من تعطيك حرية ما لها مثيل في الجزء الثالث رمتك في جزيرة وعندك شرير مجنون يهب فيك القتال فيها ممكن يكون من أفضل الأشياء لأنها تعطيك أسلحة مختلفة وتقول لك حاجة من المناطق اللي قدامك بالشكل اللي تبي تبي تدخل برشاش وتبتفهم واحد وراء الثاني ولا تجي بهدوء وتخفي وتبتلهم ولا تخش بسيارة وتحوس الحرية هذه خلت السلسلة مرة مشهورة ومحبوبة عند الكثير هذا غير عواما للقصة لتخليك تحمس حتى تقدم بالقصة وتتخلط من الشخصية الملحوسة اللي يتحبل فيك داخل النعدة في المركز السابع هذا السلسلة العريقة وضعت أسس الألعاب المغامرة والأكشن مع جزءها الأخير ودتك للمكسيك ورح تشوف فيها مناظر جميلة ولحظات أكشن تخليك العصاب مثل قتالك ضد الفهد أو في محاولتك في الهروب من آثار جالسة الدمر هذا غير للغاز البسيطة اللي تضيف تنويع ممتاز لرتم اللعبة كل هذه العوامل من لحظات قتال ضد الأعداء مع عناصر تخفي مثل تغطية جسمك بالطين حتى ما حد ينتبه لك سلسلة مولفنشتاين بدأت كلعبة تجسس تحاول تهرب فيها من النازيين وبعدين تحولت إلى أول لعبة شوتر ثلاثية الأبعاد وفي هذا الجزء المميز فريد ماشين جيمز قدر يعطينا لعبة مبهرة مليانة أكشن من أسلحة فرتاكة لأن لحظات القتال تكون راكب فيها فوق مركبات سريعة تطلقناه هذا غير أسلوب اللعبة الموزون واللي ما تقدر تملل منه ترسيش مشاهد سينمائية وحوارات بين الشخصيات لا تقدر تنساها خليك تحس أنك جالس تتابع فيلم في المركز الخامس أحد من أفضل ألعاب سوني الحصرية اللي تبدأ بداية مبهمة ولا راح تفهم شيء إلا أنك لازم تنقذ شخص عزيز عليك وحتى تنقذه لازم تتخلص من عدد معين من العمالقة ومن هنا تبدأ رحلتك بس حدد سيفك على الشمس وبيطلع ذك شعاع يوضح لك الطريق إلى أقرب عملاق حولك في طريقك لها الموسيقى حبة حبة تبني ويعلى صوتها حتى توصل لهذا العملاق ومن هنا لازم تعرف بنفسك كيف تقدر تهزبه هل تتسلق عليه وإذا تسلقت عليه وين تضربه؟ هذه اللعبة بس قتال عملاق وراء عملاق حتى تقدر تحقق هدفك وتنقذ هذا الشخص العزيز لكن القتال مع زعماء راح يعطيك شعور ما راح تحصله في أي لعبة ثانية فإذا أنت فوت هاللعبة فأنت فوت أحد أعظم الألعاب اللي قدمتها صناعة الألعاب في المركز الرابع أنشارتت فري سلسة انشارتت أخذت اللي خلى ألعاب مريدر شي ممتع وضع فتح عشرات المرات اللعبة تأخذك الأمرات جميلة وفريدة من نوعها وقدمت شخصيات وحوارات ذكية وممتعة خلتك تتعلق فيهم الجزء الثالث من اللعبة كان مليان أكشن ونيثن دريك في هذا الجزء يزور السعودية ويضيع في سحراء الربع الخالي هذا الجزء في رأينا قدم لحظات أكشن وتجسس وتنويع شامل من الألغاز اللي خلنا نشوفها الأفضل من بين كل أجزاء السلسلة الأساسية في المركز الثالث مارفل سبايدرمان مهما كثرت العاب الأكشن ما نقدر ننكر قد إيش كانت لعبة سبايدرمان الأخيرة مبهرة لأنها مبهرة رسوميا ونقلت بجينة نيويورك بأغلب تفاصيلها اللعبة برضو مبهرة من ناحية التحكم بشخصية والتنقل في العالم الفريق إنسامنياك أبدع وخل الحركة في اللعبة شي ما ينمل منه أبدا لدرجة هي أول لعبة توفر خيار التنقل السريع ولقد استعملتها أبدا لأنها بس أبغى أتعلق من بين مبنى للثاني وتمشى داخل المدينة في المركز الثاني مونستر هانتر وورلد سلسلة مونستر هانتر أخذت شوت مرة طويل حتى توصل للمرحلة اللي هي عليه حاليا لكن من ناحية الأكشن والمغامرة فهي مميزة حس المغامرة فيها موجود لأنك أولاً بتجهز أغراض الصيد من أسلحة علاج وأفخاخ وقنابل بعدين تبدأ تدور عن أدلة توصلك إلى الوحش المعين اللي تبي تصيده ولما تحصله يبدأ الأكشن في محاولتك لتفادي ضربات الوحش وتعرفك على حركاته والوقت الأفضل للهجوم عليه وعندك درزاً أسلحة مختلف تناسبك اللاعب فيه سيف كبير سيفين مطرق كبيرة رمح رشاش آلة موسيقية والكثير من الأسلحة إذا أنت شخص يتلذذ بالسيد ودراسة البحوش فجمعلك شخصين غيرك ساملين يلعبون معك دائماً ودخل عالم مونستر هنتر وولغ وأوعدك راح تشكرني في المركز الأول جود أفور 3 جود أفور البلايستيشن 4 جيدة إذا تعلم ولدك كيف يتصرف في حياتك لكن إذا تلعب لعبة أكشن فألعب جود أفور 3 اللي تبدأ على ظهر عملاق وانت تسلقه تذبح وحش وراء الثاني وبعدين تبدأ رحلت في قتل كل من الآلهات الأغريقية من أصغرهم إلى أقواهم رح تجيك مواجهات ملحمية والغاز بسيطة وتنويع أسلحة كل واحد اللي فيهم يقول لك أنا أحسن هذا غير مشاهد العنف اللي ما توقع رح نشوفه في أي لعبة ثانية غير جود أفور 3 وهذه كانت أفضل ألعاب الأكشن والمغامرة بالنسبة لنا شاركونا بالتعليقات برأيكم بأفضل ألعاب الأكشن اللي قد جربتوها كان معكم نوف النغموش أتيكم العافية على المتابعة مع السلامة